دكتور أحمد وإحنا بنستعرض دلوقتي يعني ما شاء الله أهدف حلوة أهدف بتنم إن محمد ياسر فعلا مهاجم كبير كان محتاج خبرات خرج للاحتراف أو عارة في الاحتراف الخارجي هناك يعني نال إشادة من الجهاز الفني اتجددت لعارة واكتساب خبرات أخرى وفي أي وقت مو كنرجع ندلال بنشوف هدف حلو أول محمد ياسر طبعا نجيب بس أول هدف كده الهدف أول الجنين بشماله دي أول ملحوظة هو أصلا كان بيلعب بيمينه وهو كان أول ما خارج من القطاع كان أكتر ميزة فيه للتحامات الهوائية لما رح هناك اتطور بادني بشكل واضح جدا السرعة لو جبنا الجنين التاني شوفوا السرعة اللي بقى فيها الفوتورك بتاع رجله بعض الناس في الشباب هنا دايما بنقول آه عندهم أنصر الطول بس الفوتورك بتاع رجله أو اللعب على الأرض محتاج يتطور فيه محمد ياسر لما رح هناك من الواضح جدا أنه هو اتطور في الحتة بص الجندة بص السرعة هاتوا من الأول شوفوا السرعة فيه شوفوا السرعة وأنه هو كان بيجيب جوان كتير بالراس دلوقتي بقى باليمين وبالشمال فدل تطور وهنا شطارة قدارة النادي الأهل في النهية بتعير لعيب زي محمد ياسر في الدور التشيكي الدور التشيكي مسته في البدني المدرسة الأوروبية في التطوير البدني لللاعب بص بص هنا السرعة كابتن محمد كابتن أسامة بص هنا المهارة كمان في الواحد على واحد برجاله بقى واسع والتحويش والطرئيس والفينش بالشمال فده مهاجم مكسب كبير جدا للنادي الأهلي أنه هو بيلعب في دوري قوي الدور التشيكي الكرة التشيكية ممتازة على المستوى البدني التطوير أحسن حاجة فيه كمان الرغبة أنه هو هقول لحدك على حاجة هو كان طالع مع ثلاثة من زميله من النادي الأهلي التلاثة رجعوا التلاثة رجعوا الوحيد فيهم اللي كمل محمد ياسر فده لعيب عنده الرغبة والإرادة أنه هو يكمل في الاحتراف ما عندهش بقى لهم سيكنس أنه أنا لا عايز أرجع لأسريتي وعايز أرجع لبيتي وحشني مصر وكده لا ده كمل ليه هدف ده هدف عايز يتطور عنده ثقافة الاحتراف لأن الموهبة بره لوحدها لا تكلم بالمناسبة ديها كابتن حجيشي الهدفين دول أخر هدفين فاخر مباريتين لمحمد ياسر في الدوري التشيكي عايزين نستعرض أبرز أرقام دكتور سابت هو كان بيلعب بديل كتير في الفترة الأخيرة بعد كمان إما جددوله لما جددوا الأعارة من النادي الأهلي هنا بقى بيلعب أساسي أرقامه هتلاقي أنه لعب ستة مباراة أساسي في الدوري التشيكي ستة بس اتناشر مرة بديل يعني شارك في تمنتاشر مشاركة يعني النهاردة بدأ ياخد الموديل الفاني أنك يعتمد عليه وياخد مساحة أكبر مساحة أكبر بدأ أنه بيشارك أساسي كم مرة ستة واثناشر مرة بديل كويس أحرز أربع أهداف الرقم بدأ يزيد في الماتشاط الأخيرة كان في الأول أولاق كان هدف في الأخر ماتشين نلاحظ أنه جاب بدأ يزيد بدأ بعد ما جدد حس بالثقة والاستقرار أكيد النفسي فزوده جاب كم راكل الجزاء جاب اتنين راكل الجزاء دي برضو حاجة بتأكد أنه من اللعبة المقاتلة اللي بتاخد راكل الجزاء راح عالجون كم مرة 30 محاولة منهم 15 صح يعني نسبة دقة محاولاته 50% ده رقم برضو كويس أهم رقم عنده فاز بالتحامات هوائية لسه الميزة اللي فيه من ساعة مكان موجود في قطاع النشقين في النادي الأهلي موجودة الرقم ده هو ترتيبه تقريباً حاجة وعشرين من أكتر اللعيبة في الدور التشيكي اللي بتكسب التحامات هوائية 35 التحام وهو لعب 6 ماتشاط بس أساسي و12 بديل ده رقم كويس جداً على مستوى صناعة الفرص صنع عشر فرص المراوغات النجحة تسعة نكمل دخل تشكيلة الإسبوع اللي هي التشكيلة المثالية بتاعت الدور التشيكي بيستعرضه تشكيلة المثالية كل إسبوع حالياً هو دخلها مرة واحدة حصل على أخطاء 25 دي بتدل إنه هو مهاجم محطة بيسحب زميله الأدام بيعرف يجيب فاولات ويسحب زميله لأنه هو مميز على المستوى البدني وعلى المستوى الاتحامات الهوائية دقة التمريرات 60% دي محتاج يتطور فيها لسه دقة التمريرات بتاعت المهاجم مفروض توصل لسبين خمسة وسبعين 60 ده قليل شوية حصل على تقييم كم من عشر خلي بالك بلعب في دوري قوي وفي تحامات قوية ونواحي بدنية عالية بس الرقم ده برضو محتاج يزيد أكتر من كده مفروض يقع 70% دقية التمرير حصل على تقييم من عشر سبعة واربعة من مية يعني سبعة من عشر رقم كويس جداً العب يلعب في الدوري التيشيكي ياخد تقييم سبعة من عشرة عندنا إن شاء الله خلي بالحظة ده قوة طوله متر تلاتة وتسعين هو من موليد الفين وواحد يعني تلاتة وعشرين سنة